السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في قناة Education Life Made Easy قبل نبدأ في درس اليوم لا تنسون تشتركون في القناة وتفعلوا التنبيهات عشان يصلكم تحديثات بكل جديد وأخيراً لا تنسون تسوون لايك ومشاركة للملف وإذا عندكم أي سفسار يمكن رسالة في التعليقات تحت أو عبر حساب تويتر الموضح في الوصف أدنى ضمن المادة اللي هي إدارة الأنظمة أو إدارة النظام لطلاب وطالبات جامعة الأميرة نورا أنهم يطبقون على أنظمة التشغيل لينيكس على الغالب أغلب الناس يستخدمون اللي هم أجهزة الويندوز فبالتالي أحياني يكون فيه صعوبة أنهم يمارسون نفس العملية الأشخاص اللي أجهزتهم ماك على الغالب ما راح يواجهون أي صعوبة في تنفيذ أغلب الأوامر اللي موجودة بحكم أن خلينا نقول نواة النظام تعتبر متشابهة إلى حد كبير بين اللينيكس وبين اللي هو الماك لكن الأشخاص اللي عندهم مندوز عندهم صراحة ثلاث خيارات أو أربع خيارات أنصح التعبير الخيار الأول أنه ممكن يطبقون جميع الأوامر على اللينيكس عن طريق الإنترنت وفيه مواقع كثيرة تقدم الخدمة هذي لكن ما عندي صراحة اللي هو رابط لأحد المواقع التي تقدم الخدمة هذي بشكل مباشر الخيار الثاني أن فيه فيه الويندوز فيه خيار الآن خاصا في ويندوز 10 الآن الخيار هذا موجود وهو أن نحن نروح للأبس أو نروح للسيتينجز بعدين نروح على قسم الأبس ندخل هنا على الأبس and features لما ندخل على الأبس and features في عندنا هنا شيء relating settings شيء اسمه programs and features لو دخلنا عليه نيجي هنا turn windows feature on or off في خيار من ضمن الخيارات اللي موجودة عندنا اللي هي تحت windows subsystem for linux على الغالب يكون هذا بالافتراضي يكون غير فعال فأنت تحتاج أن يكون تفعله وتضغط على اوكي رح يطلب أنك أن تعيد تشغيل الجهاز تعيد تشغيل الجهاز وبكذا يكون فعلت الإمكانيات اللازمة أنك أنت تشغل لينيكس من داخل الويندوز هذه هي الخطوة الأولى بعد ما تعيد تشغيل الجهاز وتنتهي المفروض أنك أنت تروح على الويندوز store لما تدخل على الويندوز store تسوي في البحث هنا على لينيكس بيطلب جميع الخيارات لينيكس اللي أنت قدر تنزلها ممكن تنزل أوبنتو كالي سوزي هذي كلها من أنواع اللينيكس اللي موجودة حنا راح نستخدم الأوبنتو طبعا أنا بالنسبة لي بحكم أنه نازل عندي على الجهاز نزلته فما يعطيني إمكانية أني أنا أحمله مرة ثانية لكن لو ما موجود عندك بتأخذ هنا في زر زي free أو get تضغط عليه ينزل لك اللي هو اللينيكس على جهازك بعد ما تنزل البرنامج هنا تيجي تكتب هنا وبنتو بتلقاه موجود أنا نزلت النسخة رقم 18 اضغط عليه هذا فعليا الكوماند لاين الخاص باللينيكس لأول مرة تشغله بيأخذ له فترة ويختار منك اليوزر نيم الباسورد ثم بعد كذا يكون عندك إمكانية أنك أنت تستخدم جميع الأوامر اللي موجودة في اللينيكس هذا يعتبر خيار جيد للأشخاص اللي يبغون فعليا يعني يتعلمون على بعض الخلينا نقول الكوماند ما في ذاك الضغط الكبير من الكوماند ما في ذاك الطبقة من الاحترافية شوي في العمل بالإضافة أن يكون جهازهم عنده محدود الموارد هذا طبعا خيار للأشخاص هذولي أما الخيار اللي احنا راح نستخدمه فيه الكورس هذا احنا راح ننزل نسخة من اللينيكس على اللي هو الفيرشوال بوكس طبعا الفيرشوال بوكس هو أداة من أدوات الفيرشواليزيشن أو أن يكون فيه زي نسخة افتراضية تنزلها من السيستم داخل اللي هو النظام فكل اللي عليك لك انت سويت روح لجوجل تدخل تكتب فيرشوال بوكس بيكون عندك اللي هو البرنامج هذا فيرشوال بوكس أنا أنصح حتى الأشخاص اللي عندهم ماك ويبون يشتغلون بشكل محدد على اللينيكس يسوون نفس العملية نضغط هنا على download وينزل اما على الwindows host أو على الosx على حسب النوع اللي عندك هذا أول برنامج احنا نحتاجه عشان نشغل اللينيكس على أجهزتنا الثاني أبغى نزل نسخة اللينيكس اللي موجودة لو كتبنا في جوجل على linux open to download نروح على get open to على الغالب احنا راح ننزل اللي هو الدسكتوب لأن إلى الآن ما وصلنا للمرحة أننا هنشتغل على السيرفر فيرجن فاحنا راح ندخل على الدسكتوب وراح ننزل آخر نسخة متاحة اللي هو 18 ونسوي له download أنا طبعا ما راح سوي download لأني نزلت download عندي لكن الآن بنبدأ نشوف شلون نسوي عملية installation أو نفعل العملية هذه هنا بنكتب بعد من نفعل برنامج أو نسوي download للvirtual box نشغله نأتي هنا على إضافة نضغط على زر إضافة بنكتب هنا system administration مثلا course وبنختار هنا النوع طبعا في أكثر من النوع نختار linux ونختار open to 64 ثم نقول له next هنا نحدد الذاكرة أنا أنصح أن الذاكرة تكون أقل شيء 2048 اللي هي 2 جيجا لكن أنا هنا أبحطها عشان يعطيني إمكانية أفضل 300096 أو 3 جيجا next أبخلي الخيارات زي ما هي next 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 خليها 10 جيجا الآن أنا سويت virtual على قول home machine الvirtual machine هذا يحتاج أننا ننزل عليها نظام التشغيل اللي علي هنا نيجي أروح settings خلنا بالزر الأيمن settings نروح على قسم storage بعدين على الآيكون حق ال CD نضغط عليه ونختار مين مكان الملف choose disk file الملف حق الأبنت والذين تحملته بحسب المكان التي تحملته هو موجود عندي في default هنا أبقول له اختيار هذا وموافق وأوكي الآن لأول مرة أشغله بيشغل ال CD فأجي أقول له الآن start تأكد أنك أنت محدد عليه ثم نضغط على start الآن قاعد يساوي upload أو download الفائل لشان يجهز التشغيل اللي عنده نحن الآن لاحظوا انه الان هو بادي الحين يجهز ملفات اللي هو التحميل نعطيه وقت شوي عشان يشتغل عليه طبعا لو زودنا الذاكرة على الغالب انه يعطينا اداء افضل لكن انا بحكم انه عندي اكثر من شيء شغل في نفس الوقت فما ابغى انه يتأخر عندنا في عملية التحميل لاحظوا الان شوف المسجر قاعد يسوي upload الان حنا عندنا خيارين هي لما نجي نشغل الاول مرة عندنا خيارين ممكن شخص يقول انا والله ما ابغى اني اسوي installation ممكن اسوي try الوبنتو اضغط عليه بيعطيك الامكانية الكاملة لاستخدام نسخة الوبنتو كأنها منزلة على الجهاز لكن اذا اخترت الخيار هذا معناه في كل مرة لا بد انك انت ترجع تحط العدادات والسي دي لكن حنا الان بروح الخيار اللي هو انستول الوبنتو اختار اللغة الافترضية اللي هو الانجليش نورمال انستليشن لا تغير اي شي فيها او اقول له اراز الديسك انا انستوله بنتو طبعا لما الخيار هذا هو يقصد انه يمسح الهاردسك الخاص بالمشين هذي يعني ما يتكلم عن الهاردسك حقك فبالتالي ما في اي مشكلة ما في شي يخوف فنقول هنا انستولناو بيطلع لتنبيه يقول لك تراه التغييرات هذي اذا سويت اتراه بعد راح تقدر ترجع نقول له اوكي لانه هننا نتكلم زي ما قلنا على الفيرش والمشين هذي نختار المكان على الغالف السعودية نختار المكان على الغالف السعودية نستمر نأتي هنا الان نكتب اسم الشخص انا مثلا هنا بسميه Education Life الـ Username بسميه Education وحط باسورد سهل التذكر بالنسبة لك انا الان حطيت باسورد موجود ثم continue الان بيبدأ ينسخ الملفات انا بوقف الان التسجيل وبعد ما ينتهي هذه ابي ارجع مرة ثانية بحيث ان احنا نكمل عشان ما اخذ من وقتكم بعد الانتهاء من اللي هو تحميل النظام على الـ VirtualBox راح يقول لك الحين restart now بيسوي عادة تشغيل الان من خلاله الان بيسوي عادة تشغيل ثم بعد كذا يصير نظام تشغيل لينكس جاهز لنا للاستخدام بتطبيق جميع الاشياء اللي احنا راح ناخذها بإذن الله تعالى في الكورس هذا مع بعض تمام فمهم جدا نحنا نعرف ان الـ VirtualBox هو فعليا كأني انا جبت جهاز ثاني داخل الجهاز حقي بحيث ان انا اتحكم فيه الان تعتبر بيئة معزولة بالكامل يعني الشي اللي بتشوفها الان هنا على الـ VirtualBox بيئة معزولة بالكامل ما فيها اي مشكلة ولا فيها اي تعارض مع البيئة الخارجية اللي هو حق جهازك اللي موجود فانا هنا وجينا ودخلنا الـ Password سونا دخول دائما اول مرة على الغالب بيكون عندنا شوي تأخير عشان اول مرة بس في التشغيل هذا الان نظام التشغيل الـ Linux اللي موجود عندنا على الغالب اغلب الاشياء اللي احنا راح نشتغل عليها راح يكون على الـ Terminal فحنا هنا ممكن نضغط هنا راح تطلعنا جميع الـ Application اللي موجودة عندنا اخذناها زي ما هو الآن Terminal هذا هي الآن اللي موجود عندنا و اللي راح نستخدمه بشكل عام في الشروحات الجاية نقفل هذه بس جميع الأوامر الآن نقدر نشوفها هنا ونطبقها بشكل كامل من النسخة حق اللينكس الداخلية على البرش والمشين في نهاية هذا الدرس اشكركم على حسن استماع واتمنى ان تكون استفدتم منه وي لقاء آخر في دروس مقبلة بدل الله تعالى على قناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر